هذا البرنامج برعاية رامي شرس كبير درفت الإعلام فوق البوديو كل يوم قوي حتى أنت قدر تكون هكذا هيا تفضل نمشي على درب الأبطال أراكم هنا رؤية هذه الحاجة اللي لم يكتسلنا فيها بساعة معلش تحية حارة أعزائي المشاهدين ومتتبعين حصتكم من رياضية درب الأبطال جسبر كورا كومبيا المرأة وقوتها وإرادة تحل كبيرة خلتها تتقلق في علعاب القوى وسجلة اسمها في هذا الاختصاص اللي نكتشفوه سوي الأسرع الأقوى الأعلى هو شعارها الوثبة الثلاثية من المسابقات المشوقة والمرغوبة ثلاث قفزة متتالية كفية للوصول للنتيجة المطلوبة كلمة ذات أصل ياباني وتعتبر من اختصاصات ألعاب القوى التي أدخلت في الدوارات الأولمبية سنة ستين وتسعين ثمانمائة وألف بالنسبة للرجال وبعدها بقرن بالنسبة للسيدات قوانينها يجب على المتسابق في نهاية القفزة الأولى أن يلامس الأرض بنفس القدم التي بدأ بها السباق وفي القفزة الثانية يجب أن يلامس الأرض بالقدم الأخرى وفي النهاية القفزة الثالثة تكون ملامسة تحسب الوثبة فاشلة إذا لمس الوثب الأرض أثناء الوثب بالقدم الحرة خصائص الوثب الثلاثي مقدرة خاصة من التكنيك والتوافق رتم الحركة الحفاظ على توازن الجسم قوة مميزة في السرع للارتقاء الجيد الهبوط بطريقة فعالة بعد أداء الوثبة إيجابيات الوثب الثلاثي قوة بدنية ولياقة عالية مرونة وخفة كبيرتين ثقة بالنفس وشخصية قوية ومن الجانب المحلي في هذا الاختصاص لا نجد عدد كبير من الممارسين لصعوبة انتقاء الرياضيين الذين تنطبق عليهم المواصفات ويملكون المؤهلة البدنية والتقنية اللازمة حيث يضم المنتخب الوطني أربع رجال وفتاة واحدة تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والأولى عربيا هذا الاختصاص خل العالم الجزائري يرفرف في أكبر المحافر الدولية بفضل سيدة من سيدة الجزائر نتلاقاه بعد ما نتعرف عليها بيارحولي اسم لطالما ارتبط بمنصات التتويج والألقاب أبرز ألقاب بيارحولي أربع ميداليات ذهبية في الألعاب العربية سنة سبعين وتسعين ذهبية الألعاب الإفريقية سنة ثمانين وتسعين فضية الألعاب الإفريقية تسعين وتسعين ذهبية البطولة الإفريقية بالجزائر سنة ألفين ذهبية الألعاب المتوسطية سنة ألفين وواحد بروزية البطولة الإفريقية سنة ألفين واثنين بالإضافة لأربع ميداليات ذهبية في الألعاب العربية 2004 ذهبية الألعاب المتوسطية 2005 بالإضافة لذهبية البودلة الإفريقية سنة 2011 بالموزنبيق بيرحولي اسم لطالما ارتبط بمنصات التتويج والألقاب رياضية استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة مميزة في اختصاص الوثبى الثلاثي عن جدارة واستحقاق تدريبات وتحذيرات جادة وخاصة تحرص عليها بيرحولي يوميا استعدادا للمنافسات المقبلة وعلى الصعيد الشخصي نذكر الاهتمام البالغ الذي توليه أسطورة القفز الثلاثي الجزائري لابنتها الوحيدة التي رافقت أمها في عدة خرجات دولية والآن حال دور بايا لمرافقة مدللتها الصغيرة في مسارها الدراسي والبداية من المدرسة التحذيرية كثرة المنافسة والتدريبات جعل بايا تقتنم أي فرصة لزيارة الوالدة حفظها الله والتي لا يهنأ لها ضمير إلا برؤيتها والإطمئنان عليها فزيارة بايا رحولي لمنزل العائلة يضفي جوان من المراح والمزاح مع أفراد العائلة لخفة روحها ومزاجها الحيوي وكربة منزل تستغل بايا رحولي أوقات الفراغ للتسوق واختناء بعض الحاجيات موسيقى موسيقى ما اسطد اللي بديتي فيه؟ هذا البديت هنا لأبداعي المطالي جلي كي كي كتصغيرة جافة كتصغيرة عدا كي بدت كنتم جي مع أخوي الان هنا لسطد هو ينطلني ونحن نقعد لهم اللعب بس كنسوتي قاعك وكنت نقعد جي معهم مع أخواتي أختيتك صاح اللي بديتي دعوة تدرب الأبطال لاي سلام شكرا لك بزيزيز لاي عيشك أحبك الكبير وعشقك كبير لقفز التولاد وكثرة المنافسة تجعل تترحون بزاف بلدان على المستوى العالمي ويجعل ابنتك تتمشو في استاذ ايه في فورتوغال صح في اندروع في اندروع في اندروع في البرارات في الإنتروع لذا هنالك الاندروع كانت الطريق عام في نهاية عام أنا فعلية أكثر أراحب عام للمشيء أنا يعود أن أشارت الطريق كانت مكانت أيضاً لأولاد نحن أجل لم يكن أقد أن أدري فقط��라도 أتطلع إلى المشيء هذا كل المبادر أخبرنا اليوم ورأيها المريضة جيدة لنا تمشي تمشي ليس كذباً إذن چطايا! أنتقطعنا لدينا ويجبنا بحقي كان يكون جيداً لنا لذلك يجب عليها أن اصداد على ذلك كل يوم اننا بحاجة معنا ونرى تصويرها جيدة لدينا ونحتاج لنا لدينا خزارنا وكانت خلقها لدينا خزارنا في ذلك جيدة لدينا علينا أن تنسل وكنت معنا وأنها مزيدة لم تتتوقف يجب علينا إذا أردت أنا حذر في الجزائري السبب سأعتد في الجزائري فسيط لتسمع التغليق شرعه ماذا هو الاستمرار؟ تحقق بثاف أرقام انا أريد أن نعرف البرك والأحسن رقم تباعي في الوضع العامة 11 وقت مجتمع هذا البركام؟ في الجيل مEDياتراني في الميريا ما هذا الحال? في 2005 علىي 14 في الموزنبيق كنت تحقرته لفضل التحكم و لم تحرقه قلت لهم بلي هذا اللي في المو ولهذا اللي التغنوة لو كانت تعاود ألف مرة كنت احنا كلاسي احنا كلاسي صح صديق انت حسيتي بلي تحقرتي ذاك نهار تحقرت دول لصنص تحب مو خلاص الكونكور وخلاص وانا اقول لك حاجة انا كنت عييت ضربت شهرين وانا براد لانا خلاص الكونكور سيبوني دخل لداري لان شوف بنتي يتو كان عندي شهرين لانا اشتاع وانا اقول لك في الليل خلاص الكونكور لان شوف يسرقك فلا ميضاي ويزيد تحقر في دوزين ديسيبلين وان شغل هادا كدير دا يقول لجوج اللي هواج بدني وقال يابا يام سرقوك يابين جوج سويد افريكا وانا ادخل شف دي لقاس واندخلوا انا غير بضلت لانتخين اقتلوا هاوش كاين يودي الخراب زادوا لان مترا صحة انا قتلهم هادي اللي ربحتني وان كانت شوپنا دي مود انا كنت عبطت لان كانت شوپنا دي مود يبدي اوكو نافقيتان في الكونكور لانا انا كنت عبطتني في شوپنا دي مود وانا راحق كانت في الكونكور معالنتي عوتي الجزائر انك كل عام تبحتنا للميضاي الله يبارك الله يسلمك كل روح رياضية اسكباعيا قادرة زيادت المد لميضاي الجزائر ان شاء الله بخوابا لان صافي عندها غير كيمة 2012 كنتي في عامك ناريزاتيات نقولوا كنت في عامك كنت في عامك صح كنت في عامك 2011 كنت جيتي وكانت صاروا بزاف حاجات توقفت شوية سيدي زوبستاك كنت صاروا قادرة كنت صاروا بابا كنت صاروا بابا كنت صاروا بابا كنت صاروا بابا من ص الشتر خلص ب مولودي ماذا؟ أنا بسيتي أنا شوفا طب باش يقول لك باللي كي تحصر مولودية تقول له بابا يلعب بالمواج يقول كلا ما نشوفش هو يقول لك لا لا نورمال مستحوية هو وزعفان احنا قاعدة بالنبلة وزعفان مستحوية في لغ كله نورمال وبعد انا بسينيت شكوا باش انا راحت لمولودية شكوا واحية توقع ويقول يا بابا تعمت عيش لمولودية بابا هو مدي ينقع ليزا ثلاث انا مدي بير من حان كلاب لي كونتا نكون كونتا بالمولودية كنت نقول له هكذا يقول لي ما عليش يا بنتي جامي ما قل لي بسي فروحي خلي لي دايما له شوالي وجنو بهادك تاع تاع شغول نخليه كله شوالي صحيح الى حبيتي شغلت شفا وبعد صحياتي قاع ما راحت للمولودية وبعد كي مات شغول شغول شفولي فاقا انجازت ليه صحة شغول ما راحت سينيت مع المولودية حاليا راكي في المولودية حاليا في المولودية الجزائر ليرا مشوفو فينا اللي الجانتا وعنا اللي بنات اللي حبونا موش نقول لهم موش نقول لهم موش نقول لهم موش نقول لهم في شخص نقول لهم بسم الله موسيقى الإرادة والصبر حتم أنه رح يخلوك ترفع الرأي الوطنية كما البطلة بيارة حولي نتلاقاه أسبوع القادم رياضة وحد أخرى وبطل وحد أخر في نفس المحطة وفي نفس الوقت أرأكم على صفحة الفيسبوك درب الأبطال نذكركم برك أنت أنت تقدروا تكونوا عقدة سلام باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رامي جودة تستحق ذلك